في إطار مشاركة سعادة وزير شؤون الإعلام الدكتور رمزان بن عبدالله النعيم في اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالعاصمة المصرية القاهرة قام سعادته بجملة من الزيارات لمؤسسات الإعلام المصرية الرسمية منها والخاصة وخلال جولته الرسمية أكد الوزير النعيم أهمية التعاون الإعلامي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة شكري عبد الحميد شاركت مملكة البحرين في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الثانية والخمسين في جامعة الدول العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبيل الاجتماع استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بقصر الاتحادية وزراء الإعلام العرب في العاصمة المصرية القاهرة وشارك سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب وترأس وفدا رفيع المستوى في الاجتماع وألقى كلمة المملكة وأكد فيها أن الإعلام والمسؤولية وجهان لعملة مشتركة واحدة وعلى هامش اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التقى سعادة وزير شؤون الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبرى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بالنهوض بالعمل الإعلامي وتطوير مختلف جوانبه في البلدين الشقيقين وواصل سعادة وزير شؤون الإعلام جولاته ولقاءاته الإعلامية بمصر حيث التقى السيد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعددا من المسؤولين في الهيئة كما قام سعادة وزير شؤون الإعلام بجولة في عدد من الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية للاطلاع على البرامج والتقنيات المستخدمة في الإنتاج الإعلامي حيث أشاد سعادته بعراقة مبنى الإذاعة والتلفزيون وتاريخ الإعلام المصري المشرف واحترافية العاملين في هذا القطاع الحيوية وكانت المحطة التالية في جولات وزير شؤون الإعلام بعد زيارة مبنى الإذاعة والتلفزيون مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر وقام وزير شؤون الإعلام بجولة تفقدية داخل أروقة مدينة الإنتاج الإعلامية وأقسامها وستوديو الدولبي الذي أظهر التقدم الإعلامي في هذا المجال ثم واصل وزير شؤون الإعلام جولاته الإعلامية في مصر وزار مؤسسة الأهرام العريقة واستقبله رئيس مجلس إدارتها عبد المحسن سلامة الذي اجتمع معه في لقاء مفتوح نحن سعداء بهذه الزيارة ونتمنى إن شاء الله أن تترجم هذه الزيارة لإطار أوسع وأشمل من التعاون ما بين مؤسسة الأهرام بتاريخها وقوتها وإصداراتها وما بين وزارة الإعلام البحرينية وقام سعادة وزير شؤون الإعلام بزيارة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط حيث التقى سعادته الكاتب الصحفي المصري علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير وأسرة تحرير الوكالة معالي الوزير زار وكالة أنباء الشرق الأوسط وعدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية الكبرى وتم الترحيب به ترحيبا كبيرا وسعدنا أيما سعادة بتشريفه لنا لما لخصوصية في العلاقة بين بلدينا الشقيقين وقام سعادة وزير شؤون الإعلام بجولة في أقسام الوكالة للاطلاع على تجربتها الرائدة والتطور الذي شهدته على مدى تاريخها العريقة بعد مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالقاهرة انتهز سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي زيارته لمصر ولب دعوات لزيارة مؤسسات إعلامية مهمة بالقاهرة وأكد على أهمية التعاون الإعلامي بين مصر ومملكة البحرين شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكرا